تتزايد معاناة النساء الحوامل في غزة فمع اشتداد الحرب تصبح الولادة في ظروف طبيعية أمرا مستحيلا خصوصا مع خروج عشرات المستشفيات عن الخدمة وحالة عدم الاستقرار التي يعيشها سكان القطاع أكثر من خمسين ألف امرأة حامل في غزة بحسب تقرير نشره صندوق الأمم المتحدة للسكان بداية شهر نوفمبر الحالي وسط وقعات بأن تلد أكثر من مائة وستين امرأة كل يوم هذه الولادات بحسب تقرير وبحسب تقرير نشرته مجلة تايم لن تكون طبيعية وفق معطيات الأوضاع في القطاع حيث يفتقر القطاع للخدمات الطبية وستضطر النساء المقبلة على الولادة لوضع أطفالهم دون مسكنات أو تخدير ما يزيد ألامهم المعاناة لا تنتهي مع نهاية الولادة الأمهات يعيشنا حالة القلق المستمر على أطفالهم حديثي الولادة مع الاضطرار لتحمل نظام الرعاية الصحية الصعبة فضلا عن توقع موتهم في أي لحظة بسبب قلة الرعاية أو القصف كما يؤكد مسؤولون صحيون في قطاع غزة ولعل أكثر ما تفتقده النساء الحوامل في غزة يتعلق بالنظافة والمياه الصحية التي تعد من الاحتياجات الضرورية للسيدات وبحسب مجلة تايم فإن الكثير من الأمراض زاد خطر انتشارها مع فقدان هذه الاحتياجات الأساسية ووفقا لإحصائيات يونسيف أن هذه الأوضاع تؤدي لوفاة ما يزيد عن ثمانية أطفال حديثي الولادة من كل ألف مولود ومع نفادي وقود المستشفيات فإن أكثر من 130 طفلا خدجا معرضون للخطر الشديد